مرهون بالأرقام دوماً أرواح شعبه، نفطه، مقدراته، مستقبله، كل شيء وفي العراق أيضاً لك أن تتساءل عن لعبة الأرقام تلك التي تلعب في عداد الموتى عند الرحيل في كل حرب أو فوضى ثم تأرقام مدفونة في الجيوب من فساد شائك معقد وأرقام أخرى تلك التي يصل عدد سكان البلاد فيها إلى قرابة 41 مليون نسمة إعلان وزارة التخطيط تجاوز حاجز الأربعين مليون نسمة خلال 2021 إعلان يفتح الباب على ساحة معركة جديدة يخوضها البلد إلى جانب معاركه السياسية والاقتصادية والأمنية وبلغة الملايين فالمقاربة بين عدد سكان العراق وما يطمحون إليه من أموال تعود بالنفع لهم مقاربة بعيدة جداً عن الواقع فالتزايد بات يهدد وينذر مع التوقعات المبنية على إحصاءات التخطيط أن يرتفع عدد السكان إلى 80 مليون نسمة بحلول عام 2050 الحالة الانفجارية تلك تفجر تساؤلات جمّة في أذهان العراقيين في الداخل والخارج عن كيفية إنقاذ البلد للقدرة الاستيعابية للسكان في ظل تزايد النسب البطالة وغياب البنية التحتية وغيابات كثيرة مثل الصحة والتعليم والإعمار والزراعة والصناعة وقائمة لا تحصى من الغيابات أمام الشعب يتكاثر دون أمر مطروح في الحسبان فكيف يصبح البلد في حال أفضل إذا لم تفعل العنوين البراقة عند الحكومات المتعاقبة لضمان حياة أفضل لملايين يتراكم جلها في العاصمة بغداد بتعداد قرابة تسعة ملايين نسمة ناهيك عن الموصل شمالا والبصرة جنوبا انفجار سكاني يلاحق بتساؤلاته غرف القرار قبل فوات الأوان فمن يستجيب؟